نشرة الأنباء الصوتية ليوم السبت 21 كانون الثاني 2017 مع سامر أبو المنى إشراف مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي وتستمعون في نهايتها إلى الرأي السياسي مع الدكتور ناصر زيدان بات الخطف أمرا سهلا في لبنان لا سيما أن تحرير المخطوف بات يتم بوسطات من نافذين مع الجهات الخاطفة التي تكون في الغالب معروفة بالاسم وبعنوان الإقامة وآخر فصول هذا المسلسل كان اختطاف سعد ريشة وإطلاق سراحه فجر السبت بدون دفع أي فدية فيما اقتصر دور القوى الأمنية على استلامه وتسليمه إلى ذويه أما في السياسة فقد انشغل الجميع في لبنان كما العالم بتسلم الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب منصبه رسميا وكتب رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جومبلاط على تويتر معلقا العالم إلى أين؟ ولعل هذا السؤال ينسحب على الواقع المحلي لبنان إلى أين؟ في ظل محاولات البعض أخذ البلد إلى مكان لا يشبه تاريخه في التنوع والتعددية ضاربا قواعد التوازن الدقيق الذي حفظ البلد في أشد المراحل صعوبة وفد اللقاء الديمقراطي تابع جولاته لشرح موقفه من قانون الانتخاب فزار السبت رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني وضم الوفد الوزيرين مروان أحمدي وأيمن شقير والنواب أكرم الشيب وإلى أبو فعور هنري حلو وعلى الدين ترو أحمدي قال بعد اللقاء نحن جزء من أي حل وطني ونطالب بأن يشمل معيار التمثيل الصحيح الجميع والرئيس نبيه بري تفهم طرحنا حملنا إلى دولة الرئيس بري رسالة ود وصداقة من الأستاذ وليد جنبلاط نحن جزء من أي حل وطني ونحن السباقون تاريخيا وإلى اليوم إلى الحلول الوطنية ونحن متمسكون بالتمثيل الصحيح وانطلاقا من هذا المعيار الذي يطالب به الآخرون ونحن معهم فيه نطالب أن يشمل هذا المعيار معيار التمثيل الصحيح الجميع دون تمييز من مقدمة الدستور وصولا إلى المادة 95 منه أي ما يشمل كل الحقوق للمكونات اللبنانية وصولا إلى ما نصب إليه وهو إلغاء الطائفية نحن نقف عند أحقية هذا الطرح ونتمنى أن يكون هناك حل وطني يؤمن صحة التمثيل للجميع مش أنه من أمن التمثيل الصحيح لشريحة ما ونحن معها ونلغي هذا التمثيل عن الآخرين عند الرئيس بركة العادي من لئي دايما الاستيعاب والتفاهم الوطنيين لهذه القضايا وكما حمى هذه الجمهورية في أوقات الفراغ هو لا يزال من حماة هذه الجمهورية في كل وقت التقى تيمور جنبلاط في إطار لقاءاته الأسبوعية في قصر المختار السبت وفودا شعبية وأهلية واجتماعية بحضور النواب أكرم الشيب على الدين تر ووائل أبو فعور وأصلا جنبلاط فاجتمع إلى وفد من الأساتذة الثانويين النجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية الفائد في دورة 2015 و2016 لشكره على دعمه وضع قانون في مجلس النواب يلحظ تثبيتهم والتقى أيضا وفدا من المتعقدين في التعليم المهني طالبوا سعيه إلى إجراء المباراة لهم والتثبيتهم والتقى تيمور جنبلاط وفدا من أخوية سيدة البشارة وشبيبة القديس بولوس في وادي بنحلي ووفدا من ثانوية الكفير مع الطلاب المتفوقين وآخر من موظفي الجمارك طالبه التدخل لمنح درجات ضمن مشروع القانون في مجلس النواب ووفدا من نقابة عمال ترابت سبلين عرض مطالب العمال ومن زوار المختارة أيضا وفود شعبية وأهلية مع مجالس بلدية من قرى وبلدات رأس المتن الباروك مزرعة الشوف وشارون ولجنة وقف مجلس بطمي والنادي الرياضي الاجتماعي في عمطور جال وزير خارجية العراق إبراهيم الجعفري والوفد المرافق على رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة وبحث معهم الأوضاع في لبنان وآخر المستجدات في العراق والمنطقة وسبل تقويات العلاقات الثنائية نوه وزير صحة غسان حصباني بإنجازات الوزير السابق وإلى أبو فعور مؤكدا في حديث لإذاعة الشرق أن محاولات البعض لإيقاع الخلاف بينه وبين أبو فعور لن تنجح وضع الوزارة كان جيد جدا وأنا كمان بدي وجه تحيي للوزير واقل أبو فعور شفت الإنجازات اللي قام فيها الوزير أبو فعور وشفت وين فينا بعض نطور ونبني عليها ووين فينا من الإشياء اللي أطلقها لكن يمكن ما تسنالوا الوقت أنه يرسخها نقدر نحنا نرسخها تيصير فيه الاستمرارية لأنه نحنا نقامنه بالاستمرارية بالحكم قيادتي الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية في المتن الأعلى بحضور وكيل الداخلية عصام المصري ومنسق المتن الأعلى في القوات جان أنتون وتناول المجتمعون الشؤون الإجتماعية والحياتية والأوضاع السياسية بشكل عام وتم التأكيد على التنسيق والعمل بروح التعاون لما فيه مصلحة وخير المنطقة وأهلها كما تم التشديد على دور مؤسسات الدولة وأمن الجبل ووحدته التقص المتوقع في لبنان الأحد قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع استمرار خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال الليل الرأي السياسي يتحفنا بعض الذين يشتغلون بالسياسة على القطعة بتصريحات وتعليقات مثيرة للسخرية خصوصا عندما يتحدثون عن قانون الانتخاب في لبنان غالبهم لا يعرف شيئا عن القوانين المعمول بها في العالم ولا يعرف عن المعاني الوطنية اللبنانية للقانون الانتخاب أي شيء فيتحدثون عن النسبية أو عن صحة التمثيل أو عن انتخاب كل طائفة لنوابها مهلا أيها السادة لقد تخلت إيطاليا عن القانون النسبي عام 2005 لأنها تعرضت لعدم استقرار سياسي ناتج عن تشرض نيابي من جراء فوضى نسبية التي لم توصل إلى أي أكثريات فتراجعت عن هذا القانون واعتمدت نظاما ينتخب فيه 75% من النواب على الأساس الأكثر و25% على الأساس النسبي وليس صحيحا أن غالبية الدول الأوروبية تعتمد النظام النسبي بل أن الغالبية تعتمد على الأكثر في الدوائر الصغيرة أو المختلط أو الدائرة الفردية بعض الذين يحاضرون عن صحة التمثيل أو عن المحادل يناصرون نظاما مجاورا أو يتلقون التعليمات منه وهذا النظام يحكم بالقوة شعبه علما أن أكثر من 80% من هذا الشعب عبرت عن رفضها له أما البعض الآخر الذين يعتبرون أنه يجب على كل طائفة أن تنتخب نوابها فهم طارئين على الحياة الوطنية اللبنانية ويريدون تدمير ما تبقى من العيش المشترك وهم بهذا الموقف يساهمون في إنتاج خطاب سياسي متشدد وحياة طائفية بغيضة وقد ينتج عن هذه الأجواء التي يخلقها البعض من أجل زيادة عدد مقاعد الجهة التي ينتمون إليها تشنجات طائفية قد تصل إلى حد التساؤل لماذا تقبل بعض الفئات رئيسا من هذه الطائفة أو تلك على كل اللبنانيين فليكن لكل طائفة رئيسا مثلا وطبعا نحن ضد هذا الطرح وقد يتجرأ البعض الآخر في المستقبل على المطالبة بعدد نواب للطوائف يتناسب مع عدد ناخبيهم بصرف النظر عن المواصفة تابعونا على موقع جريدة الأنباء الإلكترونية أنباء أونلاين دوت كوم وتويتر أد أنباء أونلاين وفيسبوك أنباء أونلاين